وانا انا ادعوك بقى الحاجة لطيفة جدا على رأيي طه صور وشير حلوة دي طه يمكن ده يكون موجود ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى لطيفة في السوشل ميديا يعني انقرد طفيا من ضمن اعداء السوشل ميديا لكن اه صور استأذن بالمناسبة يعني عشان يعني محدش يجي يقولك ايه اللي انت بتعمله ده موهابعوضو الناس من حقها تعرف انت بتعمل ايه لهم جمعنا بعد اذنكو عايز اصور وانت داخل كده اصور بالموبايل هذا الشكل الراقي المحترم الجميل اه تمام اتفضل صور وبالمناسبة انت هتلاقي كل المساعدة يعني فهتلاقى امسك بتصور وتمام التمام وحط ده على الصفحة بتاعت حضرتك على فيسبوك ولا على الاكاونت بتاعتك بتاعت تويتر ولا انستجرام ولا تيك توك حلوة قديني بقولك او اعمل اللي انت عايزه اللي انت عايزه كويس بس اعملها مظبوط يعني خليك صح تروح يقول يا جماعة انا بعد اذنكو انا اسمي فلان بشتغل محاسب في البنك الفلاني مثلا يعني اشتغل مدارس انا طالب في الجامعة وعايز اصور ده وعايز اوري الناس التطوير اللي حصل ده والله العظيم ما كان حد يتخانب في مصر احنا كنا نتخانب تتخش وتقعد وتلاقي استراحة بالحلوة وبالشياكة دي وتلاقي العربية بتاعتك بتعملها فحص بالاجهزة دي كده ايه العظمة دي طب بلاش لسه كنت بتكلم مع صادقنا وزميلنا العزيز عم سعد احد امهر اللي لم يكن الامهر من سائقي سيارات مصر على الاطلاق وبعدين بقى عم سعد ده اشتر من الجي بي اس والله العظيم ابص على الجي بي اس مش كده عبدالله ابص على الجي بي اس مثلا فيجي يقولك الطريق ده زحمة والطريق ده سالك عم سعد يقولك لا بلاش ده اصلي دلوقتي هيحصل مش عارف ايه ده قدامه خمس ده ويتزحم فهن ايه هنتزنق في الحتة دي تعال انخرم من الحتة دي هب هب وبعدين عم سعد يحافظ خريطة الطرق الجديدة كلها لانه بيعمل ايه بقى بياخد بعضه ويجرب الطريق ويشوفه رايح وجاي وعمل ازي قعد يحكيلك عليه وبعد ميتين متر بص قدامك ايه كيلو كده هتلاقي مش عارف ايه بص بقى اللي حصل مع عم سعد كان ايه عم سعد وهو رايح يستلم عربيته بيشتغل عليها معنا فبيركم الاول ميكروباس ويش يستلم العربية فركب الميكروباس فسمع الحدوتة الاتية بالنص واحد راجل صاحب ميكروباس الميكروباس بتاعه اتسرق ماشي هتقولي ايه اتسرق اقولك اتقل والله والقصة حقيقية وعلى لسان زميلنا صديقنا اخونا عم سعد المصري وبالنسبة اسمه عم سعد المصري فعلا ضلق بعيلته يعني مهم فالرجل بيحكي الميكروباس ان هو الميكروباس بتاعه اتسرق فخب بعضه وراح على الاسم علشان يعمل البلاغ فراح بالفعل الاسم عمل البلاغ وعمل المحضر وقالوله يومين كده وهتلاقينا احنا اللي بنكلمك طب اجل حضرتك امتى هفندم قالوله يومين واحنا هنكلمك في اليوم اولاني تاني التالت لقى تربت تربت التليفون احنا اسم كذا انا فلان الفلاني لو سمحت عدي علينا عدي عليهم قوله بص يا سيدي العربية بتاعتك بالضبط كده العربية بتاعتك اتخذت من الشارع الفلاني خرجت من كذا الساعة كذا عدت على بوابات محافظة القاهرة الساعة كذا خرجت من القاهرة مشت على طريق الصعيد دخلت محافظة كذا الساعة كذا وصلت لحد بوابات المينيا الساعة كذا ومن بعد ما دخلت المينيا هي كده ايه موجودة جوه المدينة يعني جوه مدينة المين يا جوه فدلنا يوم أو يومين بالكتير وهنتصل بيك نكون جايبين لك العربية يومين بالملي وكانوا جايبين له العربية لا سحر ولا شعوازة ليه؟ علشان المنظومة بتاعة التكنولوجيا المرور الجديدة مش احنا وإحنا ماشينا على الطرق السريعة والبوابات والحاجات المحاور الجديدة اللي اتعاملت فيها الكاميرات اللي بتدي فلاش كده وإحنا سايقين طيب وفي نفس الوقت فيه عندنا ستيكر اللي ملزوء على العربية من برة طيب فيه ناس جات قلت لك آه الستيكر ده يا عم عوزيني للم وفلوس لا الستيكر ده اتجابت بيه العربية بتاعة الراجل لأنه السكالرز اللي موجودة دي أو المسيحات البوقية اللي موجودة دي جابت بيانات العربية ولقطة العربية بنمرها بالبيانات اللي محطوطة متشفرة على الستيكر فعدت من هنا لهنا لهنا لحد ما دخلت جوه خلاص دخلت جوه تم إبلاغ الاسم اللي موجود هناك أو مدرية الأمن في المينيا عملوا البحث بتاعهم جابوا العربية للراجل تلتة وامتلتة زي الفل زي ما هي ده قد إلى إيه تقليل معدل سرقة العربيات لأنه اللي بس العربية دلوقتي هي توقف عليه مخسارة لأنه مش هيعرف يعمل بيها حاجة وهتتجاب اتنين هو هتجاب من قفاء إن شاء الله وهيخش السجن تمام التمام وكله بالقانون يعني ما هو حرامي ما يعني عنه هنطبطب عليه مش دي القص طيب لا أنا عايز أقوله لك كل شيء أصبح بيتغير وبيتغير بمنتهى السرعة وبمنتهى القوة عشان كده قلت لك هو إحنا وصلنا إلى قمة العالم هل أصبحنا نحن أسعد شعوب أسعد من النيروجين أنت في النيروجين دايما يطلعوا من أسعد شعوب العالم لا لسه لكن إحنا فين إحنا في الطريق الصح بنجري بسرعة كام والله لو الطريق ده الناس بتجري عليه بسرعة 120 ما هو الطريق ده بقى ما فيه ويه السرعة قانونية طريق التنمية ما فيه ويه السرعة قانونية طريق الاقتصاد ما فيه ويه السرعة قانونية طريق سعادة ورفيات المواطن ما فيه ويه السرعة قانونية لو الناس كلها ماشي على مية وعشرين احنا ازحين على مية وستين قولوا ان شاء الله